السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد الكثير من تعلم اللغة الإنجليزية يريد أن يعرف كيف أتعلم هذه اللغة هل هي صعبة؟ هل هي سهلة؟ هل بإمكاني أن أتحدث اللغة الإنجليزية؟ هل بإمكاني أن أكتب؟ هل بإمكاني أن أتعلمها؟ الكثير من الأسئلة ويبحثون عن جواب لكل هذه الأسئلة تابع معنا نهاية الفيديو لدينا الكثير من النصائح والمعلومات التي تطور من لغتنا الإنجليزية أول شيء يجب معرفته اللغة ليست صعبة وليست سهلة لو كانت صعبة لم يتعلمها أحد من قبلنا لذلك هناك الكثير والكثير من غير متكلمين اللغة الإنجليزية يتكلمون اللغة الإنجليزية بكل طلاقة لذلك بإمكان أي شخص يتعلم اللغة الإنجليزية لكن يتطلب مني الجهد الشخصي والمتابعة والاستمرارية إذن دائماً يجب أن أتابع أشخاص ممكن أسبوع بعدين لا أنا صعب صعب أتعلم يرد يترك أكيد ما رح يتعلم أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثلاثة أربعة وهكذا أخطأ ثم أصيب أهم شيء المتابعة نحن نتكلم اللغة العربية مثلاً في الامتحانات الطالب يخطأ وهي لغته الأم اللغة الأصلية هي اللغة العربية لكن يخطأ ممكن دائماً رسوب في اللغة العربية أيضاً هما في اللغة الإنجليزية لغتهم الأصل اللغة الإنجليزية أيضاً طلابهم أيضاً يخطأون وهي لغتهم الأم لذلك الخطأ وارد لذلك لا تيأس أنه صعب أتعلم لغة الإنجليزية سهل جداً متى عند المتابعة أي عمل تقوم به في البداية يكون صعب لكن مع مرور الوقت بيكون أسهل وأسهل بشكل أوتوماتيك أمشي أتعلم وأثابر وأستمر في التعلم مثلاً لو رجعت إلى أول فيديو صورته على القناة قناتي رح تلاحظ أنه يعني ما كان عندي خبرة بالتصوير وكيف الصوت وكيف أسرع وكيف بط وكيف كذا ما كان عندي أبداً أي لمحة قبل لكن تلاحظ أول فيديو ثاني فيديو ثالث فيديو بعدين خلاص صار الأمر اعتيادي وطبيعي إذن هذا تعلم معاته بأي مجال كان لغة ولا أي عمل أو أي حرفة معينة في البداية تكون صعبة لكن مع التكرار والمتابعة والاستمرارية بيكون العمل سهل أهم شي لا تستحي أتكلم حتى لو أخطأ يعني ممكن شخص لا يتكلم اللغة العربية يأتي البلدان العربية فقط يقول السلام عليكم نقول ما شاء الله يتكلم لغة عربية مرحبا ينبهر بي وشي يعني عجاز وتاريخي كذلك نحن نتكلم لغة انجليزية تكلم كلمة كلمتين ثلاثة أربعة وهكذا مع مر الوقت راح تحس نفسك بشكل سهل تتكلم بدون أي صعوبة بعد هذا المقدمة الطويلة نبدأ كيف تعلم اللغة الانجليزية تذكر أول شي أنت تتحدى نفسك ولا تتحدى الآخرين الشيء الثاني لا تقارن نفسك بأحد لأن كل إنسان له ظروفه وتجربته الخاصة به اشتغل على نفسك فقط لا تنظر فلان تعلم بشهر بشهرين بخمسة شهر بعشرة شهر ممكن تتعلم بأقل المهم ابدأ ممكن شخص صاله شهر أو شهرين أو سنة بيسوف بكرة بعد بكرة اللي بعده أبدأ لا أنت مباشرة ابدأ من هذه اللحظة واستمر أهم شيء المتابعة أيضا تذكر باللغة الانجليزية أو بأي لغة في العالم لدينا أربع مهارات إذن رايتينج رايتينج سبيكينج 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 إذن أربع مهارات يجب أن أتقنها بأي لغة كانت لغة عربية لغة انجليزية لغة اسبانية صينية ألمانية وهكذا إذن يجب أن أتقن أربع مهارات إذن قراءة يجب أن تعلم كيف أقرأ أيضا كيف أكتب كيف أتكلم كيف أتكلم أيضا استماع إذن إذا شخص تكلم مفروض أنا أسمع له أعرف ماذا يقول أيضا شخص كتب شيء معين أنا يجب أن أقرأه وهكذا عكس بعض بالتالي يجب أن أركز على هذه المهارات الأربع في اللغة الإنجليزية يجب أن أسمع دائما أركز على السمع إذن الاستماع استماع لمقطع فيديو قصير ممكن دقيقة أو دقيقتين لا أكثر وارجع أكرر هذا المقطع مرة مرتين ثلاثة ممكن بالأول يكون مكتوب باللغة الإنجليزية ظهر الكتابة على الفيديو بعد ثاني مرة أو ثلاث مرة بدون الكتابة هذه وعيده وكرره وعيد سماع هذا الفيديو وحاول أن أكرر خلفه كما قلت لا أطيل الفيديو فيديو قصير كما نعلم أي لغة في العالم هي لغة تقليد نقلد الآخرين مثل الطفل يقلد عائلته في البداية لا يعرف أن ينطق بعد فترة من الزمن يصبح يقلد يسمع أهله بالتالي يتعلم اللغة من خلال السماء مثلاً إذا وضعنا شخص في الصحراء لا يتكلم أي لغة وليه أجنبي ووضعنا في الصحراء العربية هل يتكلم لغة؟ لا يتكلم طفل أجنبي وضعناه في عائلة عربية عاش معهم رح يتكلم اللغة العربية إذن اللغة من خلال المحاكاة ومن خلال التقليد التقليد الآخرين إذن أهم طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية من خلال السماء حتى نلاحظ في وسائل التواصل الاجتماعي يضع لك مثلاً كيف نقول الكلمة الفلانية باللغة الإنجليزية ما معنى الشيء الفلاني باللغة الإنجليزية يكتب هذه الكلمة بعد أن يعرض لك فيديو أو صوت شخص أجنبي يقول هذه الكلمة معاته يطلب منك أن تقلد هذا الشخص إذن العملية تقليد تقليد أو محاكاة الشخص كما يقول كما ينطق نتعلم إذن اللغة لغة تقليد تقليد الأشخاص الذين يتكلمون اللغة الإنجليزية إذن يعرض لك مثلاً مقطع من فيديو مقطع صوت أجنبي يتكلم اللغة الإنجليزية بالتالي تقلده إذن أفضل طريقة كما قلنا لتعلم اللغة هي الاستماع عندما تستمع لغة الإنجليزية حاول أن تسمع شيء تحبه مثلاً شخص يجي أوكيانا تعلم لغة الإنجليزية يستمع لي أخبار يستمع لشيء لا يحبه لا أستمع إلى قصة أحبه إلى ممثل أحبه إلى قدوة لي أحبه أو أحب أن أسمعه إذن بالتالي يجب أن أسمع شيء أحبه بالتالي أتعلم بشكل أسرع أيضاً ممكن أن أتعلم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أتعرف على شخص أجنبي في دولة أجنبية هذا الصديق ممكن شكل يومي أتحدث معه باللغة الإنجليزية ممكن من خلال الدردشة الكتابة أو من خلال يكون عندي مايك وهكذا إذن بالتالي أنا أمارس اللغة الإنجليزية إذن هذه أيضاً من الطرق المفيدة جداً شخص أجنبي بيكون صديق إلي على أحد وسائل التواصل الاجتماعي بالتالي أتعلم منه وأمارس اللغة الإنجليزية ممكن شخص يقول ليس عندي صديق أجنبي أتعلم منه وأدردش معه في الحياة اليومية وهكذا ممكن أنا نفسي يكون أحفظ جملة أو جملتين أو فقرة معينة على حسب استطاعتي وأنا نفسي أكرر هذه الجملة أسجل مقطع فيديو إلي يكون عندي تليفوني الخاص وأتكلم وأسجل الفيديو بالتالي أرجع بشوف الفيديو مرة ومرتين أتعلم أمرن إذن على السماء أيضاً عندي أخطاء وبالتالي تكون عندي جرأة أن أتكلم أهم شيء جرأ بالحديث كما قلنا لا تستحي لا تخجل عندما تخطأ الكل عندما بدأ اللغة الإنجليزية كان يخطأ من ولدته أمه كان يتكلم من إنجليزي لا من خلال المحاكاة من خلال التقليد من خلال المتابع من خلال القراءة من خلال الاستماع إذا كلها الطرق بالتالي قوت عنده اللغة الإنجليزية لكن أهم شيء المتابعة والاستمرارية أيضاً من الطرق المهمة بتعلم اللغة عن طريق القصص قراءة القصص قراءة القصص البسيطة جدا قصص الأطفال من خلالها أتعلم اللغة الإنجليزية أتعلم تراكيب أتعلم مفردات أيضا ممكن شخص ما يحب القواعد من خلال قراءة القصة بشكل أوتوماتيك يتعلم اللغة لأن اللغة متشابهة بس عبارة تغيير كلمات وزمن لكن مع الوقت بصر عنده أسهل أيضا أحاول أثناء قراءة القصة أحاول أن أحاول الزمن من مضارع إلى ماضي ماضي مستمر إلى مستقبل بالتالي تعلمت مفردات وجمل وتراكيب ومصطلحات وأيضا استخدمت الأزمنة بالتالي طورت من لغتي الإنجليزية أيضا أحاول أحفظ كلمات بشكل يومي الكلمات هذه أدونها بدفتر دفتر خاص للكلمات لو حفظت نفرض مثلا أنت حفظ عشر كلمات يوميا معتو بالشهر ضرب ثلاثين يعني ثلاثمائة كلمة بالشهر عندك بالسنة أثناء الشهر إذا كان عشر شهور ثلاثة ألف كلمة بيكون عندنا شهرين ثلاثة ألف وستمائة كلمة إذن وهذا كاف لك أن تتكلم اللغة الإنجليزية إذن خلال السنة إذا حفظت اليوم عشر كلمات لو كان خمسطعش بيكون عندك شهريا أربعمائة وخمسين كلمة لو كان عندك تحفظ يوميا عشرين كلمة يعني بالشهر ستمائة كلمة بالتالي صار عندك رصيد قوي باللغة الإنجليزية إذن يعتمد الموضوع عليك أنت وين ما رحت إن سجلت بمعهد أو إن كان مدرسة معينة أو إلى آخره أو أي مكان التعلم به يعتمد بالدرجة الأولى عليك أنت على مجهودك الشخصي أنت لا تحتاج أن تذهب إلى أي مكان وأنت في بيتك تتعلم اللغة الإنجليزية الآن أنترنت موجود اليوتيوب موجود أفتح اليوتيوب وأسمع أتعلم أقرأ وأكتب أهم شيء عندما أشاهد أي فيديو يكون عندي دفتر مخصص وأكتب فيه أي ملاحظة مع الوقت رح يكون عندك منهج خاص بك أنت بخط يدك تفهم كل عبارة مكتوبة عندك بعد فترة أنت تصبح مدرس اللغة الإنجليزية لا تحتاج أن تذهب إلى أي مكان لا تضيع وقتك بأي مكان من خلال الأنترنت ممكن أن تتعلم اللغة الإنجليزية لماذا؟ لأن تعتمد بالدرجة الأولى على جهدك أنت ومتابعتك واستمراريتك أنت لأنه عبارة عن تحفظ كلمات عبارة عن تحفظ جمل يعني أوكي ممكن مدرس حكى لك هذه العبارة أو هذه الكلمة ظلم جهودك أنت يجب أن تكتبها يجب أن ترددها يجب أن تكررها إذن تعلم اللغة الإنجليزية يعتمد كما قلنا وأعيد وكرر على جهدك أنت حتى لو رحت لأفضل الجامعات أفضل معاد أفضل ماذا يقدم لك؟ يقدم لك كلام بالتالي تكتب أنت هذا الكلام يجب أن تحفظه خلاص أنا في بيتي ما يحتاج أخسر فلوس في مكان معين أو الأخرين خلاص عندك أنترنت عندك تليفونك خلاص أنت تتعلم لأنه مجهود شخصي أحفظ جمل وتراكيب أيضا أدونها في دفتر مع الوقت أيضا أكررها وراجعها لأن اللغة بس تركتها نسيتها ممكن شخص يقول أنا أتعلم مفردات وجمل لكن أنساها أبدا لن تنساها لماذا؟ عندما تكون مدونة بس ترجع لها مباشرة تذكرها خلال ثانية أو دقيقة لذلك أهم شيء الحفظ حفظ الكلمات والجمل والتراكيب أيضا يجب أن تعلم القواعد في اللغة الإنجليزية كما للإنسان الآن العمود الفقري هو الذي يقوم جسم الإنسان القواعد هي عمود الفقري أو هي العمود الفقري للغة الإنجليزية عندك كلمات لا أستطيع أن أربطهم مع بعض لماذا؟ لأنه ضعف بالقواعد إذا القواعد تسهل علي ربط الكلمات وأتحدث بشكل صحيح ممكن شخص يقول لا علاقة للقواعد بالتعلم واللغة هذا بدل ما تتعلم خمس سنوات ست سنوات أو سنسيان أو ثلاثة لن يكون عندك قواعد بسر عملية التعلم لماذا؟ لماذا؟ لأنه عبارة عن جملة أو تشكيل سؤال واحد بس عبارة أجيب الكلمات هو أغيرهم بتكالي تكون أسهل لدي بينما أحفظ 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 بيكون عندي أصعب بينما إذا أمشي على خط سير معين بيكون خلاص أنا أتعلم شكل أسهل أسهل وأسرع إذن القواعد هي عمود اللغة الإنجليزية وتسرع عملية تعلم اللغة الإنجليزية أيضاً تحويل أي جهاز إلكترون عندي إلى اللغة الإنجليزية إن كان هاتف وإن كان لابتوب أو وهكذا إذن أي جهاز بيكون عندي باللغة الإنجليزية إذن أحيط نفسي باللغة الإنجليزية عندما أبحث أبحث باللغة الإنجليزية عندما أكتب أكتب باللغة الإنجليزية حتى لو أخطأ أخطأ مرة مرتين ثلاثة بالتالي المرة العاشرة أجد الصواب إذن لا تستحي من الخطأ أيضا ممكن أتعلم لغة إنجليزية من خلال متابعة الأفلام متابعة الأفلام تطور وتعلمني اللغة الإنجليزية أيضا ممكن أتعلم عن طريق ألعاب الفيديو إذن ألعاب عن طريق التليفون أو أي جهاز إلكتروني ممكن أتعلم اللغة الإنجليزية لأنه أثناء اللعبة بيذكرون كلمات تلاحظون أكثر الأشخاص الذين يلعبون ألعاب عندهم مفردات إنجليزية بالتالي يطور من مفرداته باللغة الإنجليزية أيضا شخص ممكن أنا أتعلم من خلال الأغاني الأغاني الإنجليزية أيضا اسمه أغاني الإنجليزية بالتالي أهم نقطة في تعلم اللغة الإنجليزية هي من خلال السماء كما قلنا اللغة الإنجليزية هي عبارة عن تقليد تقليد للأشخاص أهم شيء عندما أسمع أو أتعلم مفردات أو جمل الشيء تكون بسيطة وأساسية أحتاجها دائما أفضل كلمات وجمل تتعلمها الكلمات والجمل التي تستخدمها بالحياة اليومية أيضا أفضل شيء تسمعه هو الشيء التي تستخدمها بالحياة اليومية لماذا؟ شيء لا تستخدمه لماذا تتعلمه في الوقت الحالي؟ أنا بتعلم الأساسيات بعدها مرحلة مرحلة أنتقل وجز اللغة من بسيط إلى سهل إلى أصعب وهكذا لا تتعلم أشياء لا تفيدك بالحياة اليومية كبداية دائما المفيد الشيء الذي تستخدمه إذن بهذا الشكل أنهي ندرسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن اللغة أهم شيء المتابعة الاستمرارية دفتر مخصص أكتب فيه كل معلومة أيضا الاستماع التقليد حفظ كلمات حفظ مفردات قراءة قصص سماع الأفلام لعب ألعاب فيديو والتكرار والاستمرارية والمهم جدا لا أخجل ولا أقارن نفسي بأحد كل شخص يتحدى نفسه ولا يتحدى الآخرين أنا تحدى نفسي اليوم أعرف المعلومة الفلانية تحدى نفسي لتعلم المعلومة الأخرى والمعلومة الثالثة وهكذا آخر النقطة كل شيء يصبح سهل مع التكرار والمتابعة والاستمرارية بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن كيفية تعلم اللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا